اشتركوا في القناة وأنعم وتحنن وتفضل وتكرم على هذا النبي الأمي العربي القرشي التقي النقي البهي الذكي الهاشمي المكي المدني صلاة ترضيك وترضى بها عنا إلى يوم الدين أما بعد فمرحبا بكم يا شباب في برنامجكم وزدناهم هدى يا شباب احنا خلاص دخلين على العشرة الأواخر من شهر رمضان أعظم عشر أيام في شهر رمضان بسرعة اللي أثر في العشرة الأوائل واللي أثر في العشرة الأواصل بسرعة أنت قدامك فرصة أخيرة بجد فرصة أخيرة العشر أيام الأخيرة من رمضان مهمة جدا اوعى تضيع منك اوعى تفرط فيها اوعى تأثر فيها جات الفرصة أنك تقدر تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وتطلب اللي أنت عايزه وبجد العشر أيام الأواخر من رمضان ده الحديث بيقول أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار العشر أيام دي يا شباب أيام العتق من النار تقدر في العشر أيام دي لما تجدد النية مع الله سبحانه وتعالى والله تأخذ براءة من النار أبشر ببراءة من النار والله لا يمكن أن تمسك النار أبدا تخيل كده وانت في شبابك وربنا سبحانه وتعالى وسيدنا النبي بشرك أنك أخذت براءة من النار بفضل أنك اشتغلت في العشر أيام الأخيرة في شهر رمضان مش عايزها تضيع منك مش عايزك تفرط فيها إطلاقا يلا نشوف يا شباب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه في العشر أيام الأخيرة من شهر رمضان ستنا السيدة عائشة تقول عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحيي ليلة يعني الليل بتاع العشر أيام الأخيرة من رمضان سيدنا النبي واقف يصلي منقطع طيلة الليل بقى لا فسح ولا خروجات خلصنا خلصنا الحكاية دي وقفنا خلاص وقفنا فسح وقفنا خروجات احنا في العشر أيام دي عشر أيام فاصلة علشان تيجي في آخر يوم في رمضان تاخد الجايزة علشان تيجي في آخر يوم في رمضان تقول أنا نجحت الحمد لله علشان تيجي آخر يوم في رمضان وتقول أنا طلعت الأول على العمارة في علاقتي مع الله سبحانه وتعالى تحس أنك ما أسرتش مع ربنا سبحانه وتعالى في صلاتك في قرآنك في صلة رحمك في إفطار صائم صيامك كان مظبوط عشرة على عشرة صيامك لم تشوبه شائبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب في العشر أيام الأخيرة يحيي ليلة رقم واحد اوعى لهم يضيع منك دور على أي مسجد وديه الحاجة التانية اعتكف فيه أقرب مسجد لبيتك اعتكف ايه الاعتكاف ده كان من سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب في العشر أيام الأخيرة من رمضان الاعتكاف معنى الاعتكاف في الانقطاع يعني لا في واتساب ولا في فيسبوك ولا في سوشال ميديا ولا في جروبات انا منقطع عشر أيام من عمرك لله والله بعدها كل مصيرات حياتك هتتغير كل ترتيبات حياتك هتتغير انت قطعت من وقتك لله رب العالمين انتظر العوض انتظر البشرة انتظر التوفيق مش انت عايز ربنا يوفقك في حياتك مش عايز ربنا يوفقك في مستقبلك مش بتدور على مستقبل كويس تعيش فيه هو ده والله الطريق انك تقف مع ربنا سبحانه وتعالى وتنقطع للمولى سبحانه وتعالى في هذه الايام العشر يبقى احيا ليلة خد اتنين يا حبيب قلبي الاعتكاف الانقطاع تنقطع بش تقدر تعتكف العشر ايام كلها في احد المساجد القريبة منك اعتكف في بيتك اعتكف في حجرتك انزل المسجد اعتكف لو ساعة اعتكف لو ساعتين اعتكف لو ثلاث ساعات اعتكف لو من العصر للمغرب المهم اكبر وقت ممكن اضيف المسجد في العشر ايام الاخيرة عشر ايام مهبط الانوار والنفحات واستجابة الدعاء يا شباب ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان لو حد استوطن المسجد يعني قعد شوية في المسجد اذا استوطن عبد المسجد تبشبش الله له يا سلام على الجمال يا سلام على العظمة تبشبش الله له كما يتبشبش اهل الغائب بغائبهم اذا عاد اليهم تخيل مين بيستقبلك مين فرحان بوجودك ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان ربنا بيقول في الحديث القدسي ان البيوت في الارض المساجد وزواري فيها عمارها وكان حقا على المزوري ان يكرم زائرة ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك وهيحفظك والله وهيرضيك مش ممكن هتععد الفترة دي في المسجد وهتخرج من بيت ربنا ايدك فضي ابدا والله لا يمكن تخرج ويدك فضي ابدا هتخرج وقد جبر الله خاطرك هتخرج وقد فرج الله همك هتخرج وقد ضمن الله سبحانه وتعالى لك مستقبلا ترضى عنه في دنياك وترضى عنه في اخراك العشر ايام الاخيرة يا شباب مهمة جدا احيا ليلة ايقظ اهله جد وشد المئزر كان يعتكف صلى الله عليه وسلم كل هذا تحريا لأعظم ليلة في هذه الايام العشر انها ليلة القدر اسأل الله ان يبلغنا وإياكم اياها اللهم امين شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة